اشتركوا في القناة ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بداية الفيديو مثل ما جايشوفون تزين كيكا يعني هاي الكيكا طبعا هدية لزوجة اخوي اسراء ام ملاك بمناسبة المولودة الجديدة يعني حبيت نزورها وننطيها يعني ننطيها دلاعة مثل ما نقول او نقوط بعض الناس تسميه فاحنا نسميها دلاعة وهدية بسيطة هاي الكيكا وتزينها حبيت اراويكم طريقة تزينها وشغلها للاستفادة طبعا مثل ما شفتوه هسا هاي الكيكا قياس 20 اول ما اه يعني ابدي اه قطعها ثلاث قطع اربع قطع باللي تردينه وخليت كريمة اه كريمة شانتي او فيزون او شانتي او اي نوعية تحبينها اه يعني باودر تخلطينها اه كل قلاس باودر بقلاس الا ربع ماي بارد اخلط زيان هاي الكريمة اخلطها زيان اه تقريبا خمس دقايق وظل تنفش عندي الكريمة واضل ازين بها الكيكا مثل ما جايش شوفون هذي الابيض اللون الكاكوي باللي تردونه الحشوات اللي تخلينها طبعا بكيفتش هساي الحشوة اللي عندي حشوة الشوكولاتة البيضة طبعا طعامها يجنن تمبع بالسوق او حبيبات شوكولاتها منخلي اه تمبع باليعني دائما بالتعليقات سألوني منيا يعني محلات الخاصة اللي اه تجهيزات الكيك او مثلا سناتر او مولات يعني اه هواي اماكن تبيع شغلات الكيك يعني مو محددة بمكان معين او حتى محلات صغيرة بأي سوق يعني وحشوة الشوكولاتة مثل ما قلت لكم هي طعامها طبعا يعني جنن صراحة يعني اه تقريبا جربتها ثاني مرة وحسيت ينطي طعام جديد الكيك يعني كل حشوة شكل تنطي طعام التوفي الكراميل الشوكولاتة المرور الفراولة يعني هسا اجي غلف الكيكة بالكريمة واضل اسقل من الجوانب ودائما سئلوني شلون مثلا الطريقة الاسرع للسقل الكيكة هي هاي الاسباتولا طبعا سعرها الف دينار ظلين تمشين على جوانب الكيكة وعلى الصدح مال الكيكة والظلين تمسحين بيها الى ان يصير عندي ناعم واملس وارشها بشوي ما يعني اذا عندش رشاش مال ماي اترشين خفيف رشا كلش خفيفة بالاسباتولا وتمسحين هي تستاوى عندش حس الجوانب اريتها مخططة طبعا اكو حاجة بالف هذي ما تبو تيأتي اجر مثل الخط المستقيم وصير عندي خطوط يعني مرتبة وفد تنتج مالية للكيكة طبعا اكو 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 اصير هن ثلاث قطع هم الحاجة بالف اصير يعني لسقل الكيكة وصير بها خطوط هم استخدم ممرات بس اشوفها قطاعة البوتيتي يعني مفيدة وخصوصا الجوانب الكيكة هسه من ادير الكيكة ادورها وشوفونها هسه اكمل عندي الخطوط هسه اجي للحاشي الحاشي او الحافمات الكيكة طبعا دائما اشتغل النجمة انطي هذا الايطار وسويتها بلون وردي يعني هي هدية للوحدة والدة وبنية فاكيد تنطي هاي الالوان اللون الوردي الوان بناتية والوان مفرحة والحمد الله على سلامتها الحمد الله والشكر رب العالمي ما قصر ولدت بالسلامة طبعا خطيه تعبت حيل تعبت هاي الولادته صار شوي تأخر عده يعني هي التأخر عد رب العالمين ماكو تأخير ولادة بس كحساب يعني احنا كحساب سونار او اشهر الحمل الحمد الله والشكر جابت و جابت بالسلامة هسه اجي اسوي الوردة اشتغلها بهاي الفورمة اللي اصير بدايتها رفيعة وبالنهاية عريضة ومشتغلة الورد طريقة شغل الورد موجود بالقناة يعني هاي تزيين كيكة عندي بفورمة الورد الفورمة هي النهاية البداية رفيعة والنهاية عريضة دائما اراويكم اياها يبين هاس شكلها ان شاء الله مبين ونظلين على يعني بهدوء بتلة بتلة وتشتغلين الوردة وشوفوا ايديا متروسة صبغ مال الكريم يعني مشكلة صبغة اصباغ الكريم اذا تطلعي لون يعني اللي يشتغلون بالكيكة يعرفون هاي مشكلة تنترس المكان حتى الكيك مرات عدنا يعني يتلف من هذا لون الوان الغذائية مالة الاصباغ يعني ما تسيطر قبل ما يسيطر علي يعني هتشي سبحان الله لا بنكا لا هوا مثلا هو يجي ويتطشر يعني تشتغلينه من بعد لازم ما تشتغلينه وانت الكيكة يمج يعني خصوصا اذا اردتي اتخلطين الالوان وهسا راح اسوي بهذا الورد يعني الاوراق يعني الورد اكيد انضيف له اوراق اكو اوراق صناعي يعني هاي الصناعي يصير بس حبيت بكريم اسوي بس حبيت بكريم اسوي طبعا اكتبت بهذا اللون بعدين غيرت اللون لان شوية حسيته ما عجبني ابرد الكيكة واضل اشيل اللي ما يقدر لا يشيل لا يفطر لان هذا مروار لاشيني يشوف شوية صار بعوجاج فغيرت الاكتابة اللون الوردي وهذا ورد محمدي يسمونه مجفف ينباع بالسوق الصور يعني الربع او اقل الربع ب 2000 دينار يعني خصوصا للتزيين الكيكة فتشي حلو وهاي كملة عندي تزيين الكيكة ان شاء الله موديل يعجبكم وموديل خفيف ولطيف خصوصا انه البنو تصغيرة او يعني هدية ولادة وبنهاية الفيديو حبايب قلبي اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك كل ما مشترك يشترك يدوز زر الاشتراك وانتظروني فيديوهات جديدة واقلكم مع الف سلامة